بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم النهاردة إن شاء الله سوف نستعرض وإياكم هذا الفيديو وهنقدم لكم فيه نموذج لامتحان نصف العام للغة الإنجليزية وهنحاول نجاوب على الامتحان ده مع بعض وعايزكم تخلي بالكم أن اللغة الإنجليزية لغة بصير أو سهلة كل ما أنت تحفظ كلمات وتتفهم القواعد والتعبيرات هتلاقي كل الأمور بالنسبة لك سهلة مفيش أي مشاكل النهاردة إن شاء الله في هذا الفيديو عايزين نستعرض عنوين الأسئلة وإزاي نتعرف على عنوان السؤال والمطلوب منه إيه وإزاي نحلل الأسئلة ونجاوب على الأسئلة دي بالشكل الصحيح وبالشكل السليم فخلوا بالكم معنا ويلا بينا نبدأ على بركة الله ونشوف الفيديو معنا ونشوف الامتحان هنجاوبه مع بعض إزاي زي ما أنتم لحظين حضراتكم عندنا قد الامتحان مكون من مجموعة أسئلة أول سؤال عندي زي ما أنتم عارفين أول حاجة اللي هو listening الاستماع وفي الاستماع ديتي بيكون عندي سؤالين والمطلوب مني إن أنا أجاوب على السؤالين لكن عايز ألفت انتباهكم إن إحنا السؤالين دولة مش هنقدر نعمل فيهم أي حاجة إلا لما يكون الميستر أو الميس موجودين معنا وهم اللي هيسمعونا الأسئلة وإحنا نجاوب أوكي؟ يبقى عندنا السؤال الأول اللي أنتم شايفينه أهو بيقول لي إيه نمبر وان listen and circle يبقى لازم أستمع يبقى أنا مش عارف أجاوب لوحدي لازم أستمع إلى واحد هيمليني وبعد كده أنا هجاوب أوكي؟ ده السؤال الأولاني أما السؤال الثاني واللي خاص بالlistening برضو اللي هو listen and complete يعني الأولاني هنحط دايرة على اللي هنسمعو أما السؤال الثاني هنستمع إلى الحوار كامل بدون نقص للكلمات وإحنا نحاول نشوف الكلمات نقص لإيه من خلال استماعنا للمعلم ونبدأ نكتب إيه الكلمة ده السؤالين اللي خاصين بالlistening ده هيكون في أول صفحة عندك في الكتاب طب عايزين نتعرف على الطريقة إزاي؟ الطريقة سهلة جداً أول حاجة listen and circle هيجي المعلم هيقول لنا إيه حوار؟ كل جملة عندي نمبر كل نمرة من النمرة دي تمام؟ فيها حوار ما بين اتنين أنت تتعرف إذا كان سؤال أو كانت إجابة؟ والله إذا كانت الإجابة هي A هنحط دايرة على A إذا كانت B هنحط دايرة على B فخلي بالكم نمبر ون تعالوا ناخد مثال الأولاني وبعدين نكمل الامتحان عادي في بقية الأسئلة نمبر ون مثلاً بيقول للمعلم where is the bank؟ طبعاً هنا ما فيش حاجة اسمها where is the bank هنا صح؟ واحد بيسأل زميله بقوله where is the bank؟ شوفوها رد عليه بقوله إيه؟ بقوله it's next to the post office اسمعت أنا كلمة إيه؟ it's next to the post office يا ترى دي ولا دي؟ دي it's next to the post office لكن دي it's behind the post office اللي اختلف فيهم حرف الجر دي behind ودي إيه؟ next to نسمحهم تاني كده بتكلموا؟ أهو where is the bank؟ it's next to the post office يبقى فين الإجابة؟ الإجابة هي إيه؟ أروح حاطة على إيه الدائرة يبقى في نمبر ون أنا جاوب على السؤال الأول أوكي كده نحط دائرة على الإيه ما نحطش على الجملة كلها ربما تطلع غلط مني أضطر أنا إيه؟ أمسحها وبعد كده تبوز مني الورقة طيب نمبر تو نسمع كده نمبر تو بتقول إيه؟ are you open on Friday؟ where open daily؟ آه فين where open daily؟ هي هتلاقوها A-B يبقى إحنا نحط دائرة على مين؟ على الإجابة اللي إحنا إسمعناها أوكي؟ طيب هنا بعد كده عندي نمبر ثري هنا بيكون عندي سؤال وليه إجابة يبقى اللي هتستمعوا ده سؤال وإجابة what time will he be back؟ I don't know آه يبقى أنا سألت سؤال موجود عندكم في نمبر ثري يترى إيه ولا بي؟ نسمعهم تاني كده what time will he be back؟ آه يبقى فينها؟ آه اللي هي إيه؟ يبقى ديها تبقى what time will he be back؟ اللي انت سمعتها أوكي نمبر فور نسمع كده بيقول إيه؟ where can we read books at the library آه كان سؤال يترى السؤال إيه ولا بي اللي سمعتوا نسمعهم تاني كده where can we read books at the library آه يبقى where can we read books آه تمام؟ شايفين؟ يبقى هي دي إيه؟ بي دي قريب على دي خلي بالكم مجرد إنه هو خلى فيه اختلاف في مين في الفعل؟ هنا buy وهنا read فتخلي بالك وإنت تسمع كويس إنك إنت سمعت الفعل المظبوط عشان تختار يا إيه أو بي يبقى كده السؤال الأولاني ده إحنا إيه عرفناه؟ إنه هو هنسمع ونحط دايرة على الجملة اللي هي المفقودة اللي إحنا نسمعها من المعلم أوكي let's go to number two أما السؤال رقم اتنين ده listen and complete المعلم هيقول الحوار على بعضه وبعد كده إحنا نعرف إيه الكلمات إيه لنقصة نسمع كده هنا الحوار ما بين مين ومين بين كريم and woman وامرأة أو سيدة كريم أووم بيتكلمه بقول إيه كريم بيسأل السيدة بقول لها إيه is it the Egyptian museum أردت عليه السيدة قالت له إيه yes it is شايفين yes it ها is woman بتقول إيه بعد كده we are open daily آه الكلمة اللي نقصة إيه أيوة برافو عليكم كانت كلمة daily نسمع كريم بيقول إيه how much does it cost to get in آه يقبال كلمة كانت إيه كوست برافو عليكم آه بكلمة كوست ردت عليه السيدة قالت له إيه it's two pounds for Egyptian ده الحوار كامل اسمعناه من المعلم وتعرفنا على الكلمات اللي نقصة وعلى فكرة خلي بالكم في كل فراغ عايز كلمة واحدة يعني خلي بالك الكلمة اللي نقصة هتكون كلمة واحدة بس مش أكتر من كده تمام زي ما أنتم لحظين كلمة مفردة في كل فراغ من الفراغ يوبا كده احنا خلصنا السؤال اللي سنينج اللي هو معتمد على المعلم بعد كده بقية الأسئلة مش معتمدة على المعلم هتبدأ تحلها وحدك حسب قراءتك وحسب دراستك تعالوا نكمل مع بعض كده ونشوف بقية لايه الأسئلة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أوكي عندي كده ريدنج عليه 17 درجة زي ما أنتم شايفين عندي سؤالين ايه هو السؤال الأول اللي هو نمبر ثري بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من A B C or D وانا عندي سؤال أهو وليه أربع اختيارات هحاول أختار الإجابة الصحيحة تحطها في دايرة تحط تحتها خط زي ما أعجبك بس الملحوظة اللي بقولها لكم زي ما قلتها لزمائلكم في السنوات سنة رابعة وخمسة خلي بالكم إنكم تقروا الجملة لغاية الآخر يعني ما تقراش الجملة لغاية الفراغ وتبدأ تفكر تقول يا ترى أكتبه هنا لا حاول إنك إنت تقرأ الجملة للآخر لغاية آخر كلمة تمام ليه لأنه ربما تكون الإجابة متعلقة بآخر كلمة تمام نشوف المثال أولا وخلي بالكم السؤال دتي يتضمن إيه المفردات والقواعد يعني في حاجة خاصة بالقواعد وحاجة خاصة بمين بالمفردات نمبر وان بتقول إيه I go to بعدين فراغ أو space shop to get a haircut شايف الموالدة كله كلمة get a haircut دي هتحل لك البشكلة وهتبدأ تتعرف على الإجابة get a haircut تعالوا نشوفوا الاختيار post office museum barbers bank هو إيه get a haircut تعني قص شعر طب يا طريق قص شعره عند مين من الجماعة دولة كلهم A ولا B ولا C ولا D طبعا عند مين لو أنا مزاكر كويس وحافظ الكلمات كويس هحط الخطة تحت مين barbers اللي هو إيه محل الحلاء very good تعالوا نشوفوا نمبر 2 where did the first ice cream factory nougat طبعا السؤال ده تعرضنا عليه خلال المنهج بتاعنا نختار كلمة open ولا opens أو opened opening لو رجعناها نلاقيها كلمة ايه open very good كلمة open طيب نمبر 3 I'll take a نقط of apple pie خلي بالك الحل كله في كلمة ايه apple pie apple pie هقول a cup thing or glass cube من الزجاج piece قطعة or bottle اللي هي ايه زجاجة طبعا طالما في apple pie يعني ايه فطيرة تفاح فطيرة التفاح دي هحطها في cup thing مش معقول ولا glass ولا هاخد منها ايه يبقى الإجابة هي ايه of apple pie وخلنا الكلام ده كتير وتعرفنا على الكلمات اللي بتيجي مع هذه المفرد نمبر 4 بدأ عندي فراغ هو space there a post office near the bank وفيه question mark عبارة عن سؤال احنا خدنا there was وthere where ولما نسأل عنهم بنحط was or where في بداية الجملة بمعنى هل كان يوجد طب هو بيتكلم عن a post office a post office ده مفرد ولا جامع طبعا مفرد لانه مسبوك بايه بايه وكلمات اللي بتيجي قبلها ايه او ان بتجيب منفردها a post office طب هاقول does ولا are ولا sorry ولا was برافو عليكم هاقول was هل كان يوجد اروح ها تتخطي تحت a اكم number five mother sliced sliced يعني قطعت fruit by طبعا هنا جايب لي a اللي هي a الضمائر التأكدية او الضمائر المنعكسة جايب لي herself yourself himself myself myself طبعا انا لازم اشوف الفاعل مين هنا mother يا ترى mother لو شلت وحطي مكان وضمير هحطي ايه هحطي she طب ايه الضمير التأكدي لمين لshe very good her self هحطي خط تحت herself let's go to number six she بعد النقط her grandfather last week هو جايب للفعل visit بمعنى يزور او زارة طب انا هحط يزور ولا زارة ولا اللي حطيط له ing ولا هحط ايه بالزبط ده كله visit عارفين الحل فين الحل هتلاقيه في اخر الجملة مكتوب last week شايفين last week عشان كده بقول لكم ايه دي مهمة جدا last week يعني نهاية اه نهاية الايه او الاسبوع الايه الماضي last week الاسبوع الباضي فكلمة last week هنا مدام الاسبوع الباضي يبقى تعبر عن ايه تعبر عن الماضي يا ترى ايه الكلمة الموجودة عندي هنا وتعبر عن الماضي اهي برافو عليكم اللي هي من ضفيلها ed لانحنا عارفين بنكون الماضي من الافعال القياسية الريجولر باضافة ed يبقى عشان last week الاسبوع الماضي من كلمات الدلة على الماضي هحط الفعل مين visited روح هذا تحت خط كذا شايفين ازاي مهمة قراءة الجملة للاخر اهو number seven we're going to eat dinner يعني احنا سوف نتناول dinner اللي هو العشاء at a طبعا دي مفردات انت هتتناول العشاء فين school في المدرسة طبعا لا theater المسرح لا طب البنك اهو حد بيتعشى ولا يتغدى في البنك وما الفين اهو restaurant يقول بايه معنى restaurant مطعم ده معنى انك انت لو مش حافظ معاني الكلمات مش هتعرف تجول اهو بقول لكم خلي بالكم من الموضوع number eight do you ever بعدين فراغ space an autograph الاؤتوغراف اللي هو احنا بقولنا ايه بوقع على المشاهير اللي هما الموبي ستارز اللي هما نجوم السينما والليه الناس المشهورين الاؤتوغراف الاؤتوغراف بعمله ايه هنا take ولا paint ولا sign ولا put طبعا كلمة اوتوغراف مقترنة بكلمة يوقع اللي هي كلمة ايه يوقع برافو عليكم بكلمة sign كده يوقع انتهى السؤال التالت اللي هو انا اخترت كلمة من الاربع كلمات نيجي للسؤال بعد كده الرابع بيقول لي ايه مهمة تعرف الرأس السؤال عايز منك ايه circle the old word يعني حط دائرة على الكلمة المختلفة and then replace it with a correct one واستبدلها بالكلمة المناسبة طبعا السؤال ده كان موجود في سنة خمسة معنا يعني هنقرى الكلمات والكلمة المختلفة لشزة عن المجموعة هنحطها في circle وبعد كده نستبدلها بكلمة ماشية مع بقية كلمات المجموعة اوكي تعالوا نشوفوا المثال ده number one where whose why who خلي بالك من نطق الكلمات اتلاحظ انه كلمة where دي بالزبط نطق كلمة اين بمعنى where لكن لو بصيت عليها مش هتلاقيها بمعنى اين دي الماضي من r ولكن هي ما فيهاش ال a ال h يقبع ما هياش كلمة استفهامية بنسأل بيها لكن البقين whose لمن why لبازة هو من كل دي كلمات استفهامية يقبع مين المختلفة معانا طبعا كلمة where بمعنى الماضي من r يقبع احنا عايزين نجيب كلمة هنا تناسب الكلمات دي يقبع هنجيب كلمة استفهامية ولتكن اي حاجة ولتكن what بمعنى ماذا ممكن تكتب how تمام ممكن تكتب which تمام number two under stake in at اللي ملاحظوا آه برافو عليك كلهم حروف جر معا دا كلمة stake دا لحمة بتتاكل يقبع نحط عليها دايرة طب تعالوا نستبدلها حروف جر كتير عندنا عندنا مثلا ايه behind وعندنا مثلا above خدناهم في بداية ايه تقريبا الوحلة التانية يقبع ناخد ايه كلمة هنا ولتكن on بمعنى على ايه المختلف سمعكم بتقولوا كل التلاتة الاولين دولا ضمائر تأكيدية ولكن check out دا فعل يقبع هو الايه المختلف برافو عليكم طب يلا من يجب لي ضمير تأكيدي اي ضمير وليكن ايه مثلا برافو عليكم نحط مثلا herself تمام وفي themselves تمام وفي itself اي ضمير تأكيد يعجبك تكتبه number four water lemonade juice meatballs يا ترى ايه تلاحظ انه كل التلاتة الاولين دولا بتتشرب صح معادة الاخيرة meatballs دي لحمة بتتاكل وبهي الكلمة المختلفة طب ايه المطلوب اني اجيب حاجات تتشرب ولتكن ايه مثلا برافو تي شاي اللي تعجبك ممكن تكتبه number five ركز معايا went had see drank دي كلها افعال مش كده لكن ايه مالها اه كلها in the past في الماضي ما عادة فعل واحد في الحاضر طبعا went ذهب في الماضي had الفعل الماضي من have وهاز لكن see في المضارع يارا مش رأ و drank الشريبة يقول كل المطلوب مني اجيب فعل في الماضي او ممكن تاخد الفعل اللي في الحاضر ده وتحول الى الماضي الماضي من سي وليكن اه سو اه 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 او ممكن تجيب اي فعل تاني تمام اللي عجبك هات اي فعل اللي رايح تمام كده يبدأ السؤال الثالث والرابع من ريدنج انتهينا منهم بهذه الطريقة وعايزكم تخلوا بالكم يلا نكمل مع بعض اوكي نيجل نمبر فايف ريد باسج هنقرأ القطعة دي and answer the questions واجب على الاسئلة عندي هنا اربع اسئلة السؤالين الاول ديين عبارة عن اختياري والسؤالين التانيين مبدوئين باداة استفهام مطلوب مني اني انا ايه اجاوب عليهم لو بصينا على القطعة هنا وقرينها بتقول ايه مثلا تعنقروا مع بعض بيگ مما بيگ مما مما بيگ طبعا كل المفردات اللي انتو شفتوها هنا خدناها قبل كده في مواضيع كتيرة تتكلم عن الريسترانت وتتكلم عن اليتاليان ريسترانت وعن الميتبولز وعن الحاجات اللي موجودة وكيدز اندر فايف بيكلوا فري وكل الحاجات دي تمام اراها كويس وحاول توقف الفيديو تقرأها كويس تعانا نجاوب انا انا هعلمك ازاي تجاوب يعني واخلي بالك ممكن تجيلها بقطعة غير كده تمام نمبر اي بيقولي تشوز the correct answer from a b c or d يبقى عندي جملة هنا وليها اي اربع اختيارات المطلوب مني اختار حاجة من دولة هنا بيقولي big mama's is a big mama's ده ايه؟ هل هو library مكتبة؟ ولا bakery مخبز؟ ولا restaurant مطعم؟ ولا hotel؟ ولا hotel؟ طبعا احنا بنتكلم عن الاكل والشراب ومش عارفه وباي ده اكيد ايه؟ restaurant برافو عليكم حط خط تحت كلمة restaurant نمبر تو big mama's nougat are the best in town هو ايه المشهور في big mama's ده افضل حاجة في المدينة؟ لو بسيت على القطعة هنا هتلاقي ايه؟ big mama's meatballs are the best in the town نبقى ايه احلى حاجة في المدينة في هذا المطعم؟ هل meatballs؟ ولا beef burger؟ ولا roast turkey؟ ولا chicken soup؟ طبعا ميت بول زي ما هو قايل في القطعة ايه؟ ايه ميت بولز اروح حاطط ايه؟ خط تحت الميت بولز اوكي ده انتهينا من السؤال الاولاني اللي هو عبارة عن سؤالين نختار من الاختيارات نمبر بي او بي answer the following questions هنجاوب على الاسئلة دي where is the big mama's restaurant؟ يا جماعة خلي بالكم يا ابنائي العزاء خلي بالكم يا بناتنا ان ادوات الاستفام دي مهمة جدا يريد تحافظوا عليها وتأتفاموها وما تنسوهاش وتذكروها وتحفظوها صم لان لو انت معرفتش اداة الاستفام بتقول ايه مش هتجاوب على السؤال وكده بضاعت منك ايه درجة السؤال نمبر ثري where is the big mama's restaurant؟ عرفتنا where يعني معنى ايه؟ اين؟ يبقى اين يكون مطعم big mama's؟ هو مكتوب ايه؟ اهو لو بسيتو اهو big mama's is a new italian restaurant فين؟ in downtown Cairo sorry in downtown Cairo يبقى راح اجلب هنا في الايجابة اكتبه اهو it's in downtown Cairo it هنا تعود على مين؟ على المطعم is in downtown Cairo في وسط المدينة السؤال التالي بقول لي who؟ يبقى هنا بيسأل عن عاقل who is the chef؟ مين هو كبير الطهة؟ at big mama's at big mama's لو بصينا هنا بقول لي ايه؟ big mama is the owner اللي هي الملكة ايه؟ المطعم she is the chef وهي ايضا كبير الطهة تو في هذا المطعم ولقومنا هنقول ايه؟ هنقول big mama عايز تكمل القومنا ممكن تكمل تقول ايه big mama is the chef at big mama's ايه اللي ريحك؟ الاجابة دي او الاجابة المطولة يبقى كده انت عايزك تقرى القطعة كويس وتبص على القطعة وحاول وانت تقرى القطعة تقرى لغاية الفلسطوب وتوقف وحاول تخمن معنى الجملة ايه؟ تمام؟ ما تقراش الجملة كلها على بعضيها لا عندي الفلسطوب وريح شوية بعد كده ابدأ الجملة اللي بعدها لغاية الفلسطوب وريح شوية وحاول تعرف معنى الجملة بتقول ايه؟ كل المفردات الموجودة في القطعة موجودة عندك خدتها في الكتاب وذكرتها في الفصل الدراسي الاول مش هتلاقي حاجة صعوبة فين فين تلاقي كلمة اتنين بكتير هما الجداد في الباسج في القطعة اوكي؟ يلا نكمل مع بعض نشوف بقية الاسئلة بعد كده السؤال السادس بيقول لي write a paragraph of seven sentences about طبعا السؤال ده ممكن يجيلك ايميل او يجيلك الى ايه؟ بارا جراف البادي بتاع الايميل او بتاع البارا جراف يعني الجزء الرئيسي اللي هما الجمل هو في الايميل برضو هيقول لك اكتب سبع جمل او في البارا جراف في الباسج هيقول لك اكتب برضو سبع جمل يختلف الايميل ان احنا بنكتب to from subject ودير فلان لكن هنا بنكتب الجمل ورا بعضيها عادي بدون ايه؟ الكلمات اللي بنكتبها في الايميل يا طرأ نجرى العنوان اللي نشوفه هو عايز يقول ايه؟ يعني ايه العنوان اللي هو عايز يتكلم عنه؟ هنا بقول لي اكتب بارا جراف من سبع جمل عن ايه؟ a lunch عن وجبة غدا you had in a restaurant انت رحت مطعم واتناولت وجبة الغدا عايزينك تحكينا عن الوجبة دي رحت امتى؟ كالت ايه؟ كنت معا مين؟ وتكون مجموعة جمل زي ما انت خدت من خلال المفردات والافعال والكلمات والصفات اللي انت درستها في المنهج بتاعك تمام؟ انا كتبت مجموعة جمل اهيه تعالوا نراها مع بعض ونشوفها بتقول ايه؟ ممكن تغير انت طبعا او ممكن تقدم في الجمل وتاخر فيها ايه ابراحتك اهم حاجة spelling سليم وgrammar سليم يعني قواعد سليمة تعالوا نشوف مع بعض احنا كتبنا ايه اوكي اهو انا راح اكلمكم عن الغداء اللي انا تناولت فين في المطعم تمام؟ اهو شوف يبقوا لي؟ بالامس ايه وينت طبعا الماضي من جو ايه وينت او دا ريسترانت انا رحت الى المطعم ويذ ماي فاميلي وخلصت الجوم لهو تمام؟ وادي جوملة وادي جوملة طيب تناولت ايه؟ كل خلي بالك الافعال كلها تكون فين؟ انت باست في الماضي يعني هتجيب التصريف التاني من الافعال كلها اي هاد بيتزا انا تناولت بيتزا اهي جوملة ماي مام حاد ستيك ان سالد يعني امي تناولت ستيك شرائح اللحمة وصلط طيب دي ماما ماي داد وز ان دا مود فور سباكيتي يعني بابا كله مزاك في مين؟ في السباكيتي مكرون سباكيتي خلصت الجوملة مين هو اللي هيدا؟ اللي هو بابا وهو طلب سباكيتي وكفتة وكان دا طبخي ليه؟ اليوم وكلنا تناولنا ايها؟ كانز اوف لمينيد يعني علب من اللامون افتر لانش بعد الغداء جملة كان مطعم ايه؟ لطيف ايه رأيكم في الجمل دي كله؟ هتلاقي كل الجمل دي مفيش كلمة انت مخدتهاش تمام؟ ولكن انا مركب الجمل بشكل سليم وبشكل بسيط وحلو وايه؟ في منتهى البساطة اوكي كده؟ وما تقلقوش انتو من البراجراف وما تقلقوش من الاميل تمام؟ بس حاول تركز تجيب جمل من خلال تركيبات ايه؟ زمن منضارع بسيط ماضي بسيط مستقبل بسيط واخدنا الكلام ده وشرحناه مع بعض اوكي؟ نكمل مع بعض السؤال الاخير او قبل الاخير نمبر سبن ري ارينج اه ري ارينج ده فولوينج ويردس يعني قعد ترتيب الكلمات عشان تديني جملة صحيحة تمام؟ عندي كلمة take medicine how often you do تخلي بالك دي علامة استفهام يعني احنا هنبدأ بإيه؟ بأداة استفهام إذا كانت موجودة وانعندي أداة الاستفهام اهي how تمام؟ احنا خلنا السؤال عن عدد المرات بنقوليه how often تمام؟ how often do you take medicine نيجي نكتبها كده اهي how often do you take medicine وعشان نتأكد حاول تعدك كلمات ربما تكونوا نسيتوا كلمة ادي one two three four five six one two three four five six يبقى كده اتأكدت اني انا مش سايب ايه كلمة يبقى كم عدد المرات اللي انت بتناول فيها الغداء آه سوري الدواء نمبر two walked school by to myself I تمام؟ انت لو بسيت عن الجملة كده هيجيك احاق ان هي بتقول ايه اني انا بمشي الى المدرسة بنفسي ماش كده؟ يبقى هنبدأ نقول ايه ها انا عندي جمل اللي عايزة capital واللي عايزة full stop او عايزة question mark الى اخره تعالوا نشوف الجملة دي بتقول ايه mona visited the Egyptian museum طبعا احنا خدنا قاعدة ان الكلمة الاولى في الجملة لازم تبدأ بcapital ايا كانت يبقى عندي mona هنا عايزة capital M وهي اصلا كمان اسم عالم طيب ايه تاني عايز اه ما فيش حاجة اللي عايزة في الاخر ايه ها full stop ولا question mark لا دي عايزة نقطة لانه ده من السؤال لو كتبناها هل لاقيها احي mona visited the Egyptian museum ادي capital M ادي full stop هنا number two are you open on friday هل انت بتفتح يوم الجمعة طبعا لو وصينا على الجملة كده هل لاقيها ايه هل لاقيها ايه لنقصة ها زي ما تعودنا زي ما قلنا يبقى عندي are عايزة capital A ها والايام خلي بالكم لازم تكون capital الايام والquestion mark موجود عندي يبقى اهي are you open on friday capital A اهي في ارض friday capital F وبكده يكون ان احنا ايه جينا لنهاية الاسئلة بتاعتنا والاختبار بتاعنا وان شاء الله يكون عجبكم العرض بتاعنا وسهلنا لكم الموضوع وشرحنا لكم كيفية الاجابة على الاسئلة وما تقلقوش كل حاجة هتكون في ايه متاحة لكم وايه في هدوء اعصاب وتحلوا السؤال في منتهى البساطة ان شاء الله يكون العرض مفيد وهيفيدكم في الامتحان بتاعكم ونتمنى لكم ان شاء الله درجات عالية ونتمنى لكم التوفيق في الامتحان بتاعكم شكرا لحضراتكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة